في النص الأولاني من رمضان زي ما كان فيه أحزان كتير في المسلسلات اللي اتعرضت في النص الأول من الشهر كمان كان فيه أفرح كتير وعلاقات بتبتدي بين الأبطال والطبيعة إنها كانت تبقى متزينة بفساتين الأفرح فكان في النص الأول من شهر الرمضان هو ظهور ست فنانات في أعمال مختلفة بفساتين فرح وكلهم كان فيهم حاجة حلوة في منهم اللي رجع الناس لسنين فاتت وتاريخ لذيذ مرة عليه سنين كان أول فستان فرح ظهر في رمضان السنة دي كان فستان رقين سعد اللي ظهرت فيه في واحد من الإعلانات لوكم باون اللي اتعرضت من أول الشهر وكانت ترند الأيام كتيرة وطبعاً ده لما ظهرت وهي بتتجاوز عصام عمر بعدما الإعلان ورانا كل تفاصيل كل قصة الحب من أول يوم بدأت فيه لحد ما وصلنا للفرح وطبعاً ده كان على صوت الهضب عامري الدياب وطبعاً القابل ده علق مع الناس جداً بس بقى الفستان فكان سيمبل جداً ورقيق ولايق قوي على رقين وكمان الطرحة بتاعته مع المجوهرات اللي كانت لابساها كانت حاجة أخرقة وده اللي كان عجب الناس في الفستان أما بقى تاني فستان فده صورة لفة مواقع التواصل الاجتماعي كلها بسبب صورة الفرح اللي اتشهرت قوي علشان تبين العريس اللي أمه مسيطرة عليه مش عارف يخرج من تحكماتها وده كان في مسلسل أشغال شقة اللي كانت صورة فرح هشام ماجد وأسماء جلال فيه عجيبة جداً وهي إن العريس اللي هو طبعاً هشام ماجد قاعد جنب والدته شيرين في الكوشة والعروسة أسماء جلال هي اللي وقفة جنب الكوشة كأنها واحدة من المعزين بس الفستان بقى رغم المواقف المحرج قوي ده إلا إنه كان رقيق قوي ولايق كمان على أسماء فكان فستان بحمال عريضة وطرحته طويلة قوي ومنفوش وعلي طل ورد منقوش بيه وطبعاً كانت صور الفرح دي كلها تكشير وبين فيها زعل أسماء جداً بسبب المشاهد اللي الدور حكم عليها في المسلسل وإنها تبقى ستة حامتها بتحاول تسيطر عليها أما بقى الفستان اللي كان شعبي حبتين فده كان من مصيب سلمة أبو ضيف في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة واللي كانت بتتجوز فيه في الشارع بتاعها وكان بقى مش عريان والجزء اللي كان داين كان منغطي من فوق وقصة الشعر كانت لايقى على الفستان برضو وعلى الحدث اللي كانت بتمر بيه في المسلسل وقصة الشعر كانت لايقى على الفستان برضو وعلى الأحداث اللي كانت بتمر بيه المسلسل بس ده ما كانش الفستان الوحيد اللي هي لبستو ده كمان كان فيه فستان تاني لما تجوزت برغبتها وبمزاجها وده بقى الفستان كان أحلى ما هي وقتها بقى كنا وصلنا لآخر الحلقة وإن كل الناس وأهلها عرفوا إنها مشهورة وكان فستانها فيه شبه شوية من فستان أسماء جلال مع وجود بعض الاختلافات طبعا بس مستلمة بس اللي لبست فستان فرح في أعلى نسبة مشاهدة كان فيه اتنين تانين وكانوا بيعبروا عن طبقات مختلفة وكمان أزمنا مختلفة زي فرح يوسف اللي كانت محجبة وظهرت فستان وفوتوثيشن فرح زي بتاع الألفنات بالزبط ورجع بينا لأكتر من عشرين سنة وراء والناس لما شفته رجعت بالتاريخ لفستين الفرح في الوقت ده أما الفستان الأجرأ على الإطلاق في كل الفستين الأفراح في النص الأولاني من رمضان فكان من نصيب هند عبد الحليم وده كان آخر فستان في أعلى نسبة مشاهدة وده بقى كان حاجة في كمية الشياكة وعريان حابتين ما هي كانت بلوجر مشهورة بقى ومن طبق اجتماعي هاي كلاس ويا دوب يعني تظهر بفستان بالشكل ده كان باين من عند البطن شوية ده غير إنه قب ومجسل مع الآخر أما بقى نهد السباعي فلبست فستان فرح في مسلسل محارب وهي بتتجاوز فيه حسن الرداد وده بقى كان فستان متغطي من سياسه الرأسه وكمان كان لايق عليها ده برضو غير فستان آية سماحة اللي لبسته في إعلان واحد من الكمباونت وكان من غير طرحة واللي كان بيتميز إن شكله شيك جدا وكمان فاخم وشبه شخصية آية سماحة والفستين والإطلالات اللي بتظهر بيها في العادي قوله إنه بقى إيه رأيكو؟ وإيه أكتر فستان عجبك في كل دول؟